نتحول إلى شأن الفلسطيني إذ استشد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب أخر ثم اعتقل شمال جنين في الضفة العربية ودعت السلطات الإسرائيلية أن شابين فلسطينيين حاولا طعن جنديين على حاجز الجلمة شمال جنين قبل أن تطلق النار عليهما وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو أحمد عوض أبو الرب والمعتقل يدعى مؤمن كميل وهما من بلدة قباطية جنوب جنين